في منتجع دافوس الاقتصادي بيتم دراسة كل ما يرتبط بالعالم كل ما يرتبط بالكرة الارضية النهاردة حطوا خطة مكونة من مجموعة نقاط قالوا دي اهم نقاط لكن قبل ما نروح للنقاط هم اختاروا العنوان العريض النهاردة في دافوس هو اعادة بناء الثقة اعادة الثقة الثقة المفقودة في الاقتصاد والثقة المفقودة في الامن والثقة المفقودة في المناخ والثقة المفقودة في الزات العالم ما عاد يثق في شيء العالم ما عاد يثق حتى في نفسه لذلك القائمون على مؤتمر دافوس هذا المؤتمر السنوي الرصين وضعوا كلمة إعادة الثقة عايزين نعيد الثقة في الاقتصاد الثقة في الأمن الثقة في المناخ والثقة في الزات أو الثقة في النفس ده العنوان اللي اختروه حياة المؤتمر الماضي كان تعدد الأزمات السنة اللي فات كان بيكلم على تعدد الأزمات النهاردة من تعدد الأزمات إلى إعادة الثقة يبقى مؤتمر ديفوس الاقتصادي بينتقل من خاصية أو وصف أو واقع عالم متعدد الأزمات في 2023 إلى عالم بيبحث عن إعادة الثقة عايز ينضبط العالم النهاردة بيبحث عن تفريغ شحنات القلق تفريغ شحنات الخوف تفريغ شحنات الإحباط تفريغ شحنات اليأس العالم النهاردة بيبحث عن بناء حوائط جديدة للأمل للتفاؤل للنظرة المستقبلية الإيجابية المزاج العالمي النهاردة قيدة التدوير قيدة إعادة الضبط المزاج العالمي مضطرب بيشعر بقلق بخوف بعدم ثقة بلا يقين العالم كله واقف على أطراف أصابعه العالم كله بيحاول يعيد ضبط انتباهه واندهاشه العالم النهاردة الغرقان لششته في أزمات وحروب وصراعات العالم خايف من اندلاح حرب عالمية جديدة العالم خايف من ان التضخم يأكل ما تبقى من مقدراته الاقتصادية العالم خايف ان الكساد والفساد وخايف من الفقر ينتشر ليؤدي إلى كارثة ما يجري النهاردة الاعداد له في مؤتمر ديفوش الاقتصادي في سويسرا حريم بنا ان ننتبه لما يجري هناك حريم بنا ان ننتبه لما يناقش هناك حريم بنا ان نفهم كيف يفكر العالم وكيف ينظر العالم للمشاكل المحيطة بالمناسبة احنا في مصر عندنا المشاكل ذاتها وربما زيادة حبتين عندنا المشاكل بعمقها وربما اعمق حبتين لكن العالم بيفكر بشكل مختلف عننا العالم لا ينكر هذه المشاكل لا يعيش حالة انكار للمشاكل وانما بيقتحم بيواجه وكمان الرأي العام العالمي بيتقبل لان كلمات وقراءات واستنتاجات مبنية على اسس علمية واضحة ما فيش حد هناك بيطلع يقول بعد عشر سنين احنا متنبئين بايه لا بيقولوا الواقع والحقيقة بيقولوا احنا مش شايفين قدامنا فيه ضباب قدامنا فيه شبورة قدامنا مش شايفين مش عارفين مش فاهمين ايه اللي بيحصل في العالم فتجد ان المواطن بيسمع وبيخاف وكمان وبيقلق وكمان هناك ما فيش تسويق او ترحيل او تأجيل للمشاكل بتواجه بتجابة خليني اشوف الناس بتدير مشاكلها وازمتها ازاي خليني اغش منهم خليني انقل منهم خليني اتعلم منهم كيف يتعاملون مع المزاج العام المضطرب للناس انا قبل ما ادخل لحضراتكم كنت منتبه ومنغامس في قراءة تفاصيل على ما يدور في ديفوس ايه اللي الناس خايفين منه بره هم قلقانين ليه هم مش مستقرين ليه الكلام اللي بيجري في سويسرا اغنى دولة في العالم من اغنى دولة العالم هم الناس خايفين اوي امال احنا نعمل ايه ده احنا ابطال لا هم خايفين مترقبين وقلقين لكن ايضا بيديروا القلق هناك ادارة للقلق العام ادارة للمزاج العام ادارة لشأن العام حتى النفسي حتى المعنوي لا يترك سدى كل من هب ودب يتكلم في الشأن العام لا طبعا لازم ضبط وربط وخبراء بيتكلموا معنيين انا الحقيقة يعني من تعدد الازمات الى بداء الثقة قالوا انه موضوعات القمة بيأتي على رأسها محرك النشاط الاقتصادي وقالوا انه التجارة العالمية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي في الحضيض وصعبة جدا وده بيقول انه فيه مشكلة في سلاسل الامداد العالمية وفيه مشكلة في حركة التجارة العالمية ومن ثم بتعكس وبتنعكس على الاقتصاد العالمي هم شايفين ان الصورة صعبة جدا اقتصاديا خلال هذه الفترة المنظمين لمؤتمر ديفوس قالوا انه الجنوب العالمي اصبح له كلمة والجنوب العالمي بتقوده او عايزة تقوده الهند بعد ما كانت الصين بتقود الجنوب العالمي النهاردة الهند بتقود الجنوب العالمي فيه من خلال وجودها الثري المتشابك الممتد فيه مؤتمر ديفوس الاقتصادي قالوا انه كمان فيه ناس من الهند ومن البرازيل ومن المملكة السعودية ودي دول من الجنوب وده اعتقد هم متحالفين بشكل او باخر او مؤيدين لروسيا ووجودهم معناها ان فيه انفراجة قد تحدث اقتصاديا على حساب بعض الثوابت او الخيارات السياسية اشتركوا في القناة